وفي تصريح لوكلة أنباء الشرق الأوسط المصرية بمناسبة زيارة جلالة الملك المفدى لجمهورية مصر العربية الشقيقة صرح سعدة السيد علي محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام أن هذه الزيارة تأتي في ظل ظروف سياسية دقيقة تمر بها المنطقة العربية مشيرا إلى أهمية دور مصر في المنطقة العربية الرمحي أكد حرص القيادتين البحرينية والمصرية على التنسيق المشترك في مختلف المجالات مضيفا أن المواقف الخليجية المصرية هي مواقف موحدة تتفق على مبدأ الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هذه الزيارة تأتي أهميتها في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة هناك تقدير عربي وتقدير خليجي وتقدير بحريني للمواقف المشرفة لمصر مصر القلب النابض للعروبة مصر لها في قلوب الخليجيين والبحرينيين على وجه الخصوص معزة خاصة مصر ذات ريادة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية لذلك هناك حرص من القيادة في البحرين وعلى رأسه جلالة الملك المفدى للتواصل والتنسيق مع الأخوة في مصر وتعزيز هذه العلاقات التاريخية التنسيق أصبح الآن مطلوب بشكل أفضل وأسرع أكثر من أي وقت مضى هناك حص من الغيادتين على التنسيق هناك تطلعات أكبر ضموحات أكبر تلبي هذه التطلعات من خلال التنسيق المتواصل والمستمر اليوم ما تتعرض لها الأمة العربية من حجم إعلامية شرسة من ابتزاز من محاولة تغريب للمنطقة من محاولة ألصاق تهمة الأرهاب بكل ما هو عربي ومسلم يتطلب تنسيق لمكافحة آفة الأرهاب اليوم ما تعرضنا لها خلال الخمس سنوات الأخيرة هناك دروس مستفادة يجب على الجميع الاستفادة منها ومحاولة تجاوزها للأفضل إن شاء الله مواقف مصر المشرفة لو شفناها لها الريادة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية بداية من حروب الاستنزاف إذا قلنا في التاريخ الحديث مرورا بحرب تحرير الكويت إلى عاصفة الحزم إلى رعد الشمال إلى التحالف العربي الإسلامي ضد الأرهاب هناك تنسيق خليجي مصري متواصل البحرين من ضمن منظومة دول مجلس التعاون تسعى دائما للتنسيق مع شقاها العرب في سبيل الوصول إلى تنسيق عمل عربي مشترك لله الحمد لا يوجد على مر التاريخ أي تباين أو اختلاف وجهات النظر بل بالعكس هناك علاقات خليجية مصرية راسخة وثابتة اليوم القيادة الخليجية تتواصل مع الأشقاء في مصر هناك تنسيق تام في جميع المجالات بما فيها التنسيق الأمني والعسكري المواقف والسياسة الخارجية لدول مجلس التعاون بالتنسيق مع الأشقاء في مصر سياسة واحدة موحدة تتجه دائما في الاحترام مبدع عدم التدخل في السياسة الخارجية أو في التدخل في الدول إضافة إلى أن قضيان أو مستوى التفاهم في اتجاه جميع القضايا واحد كما أشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى العلاقات الاقتصادية المتينة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة موضحا أن فرصا استثمارية كبيرة ستعود بالنفع على البلدين وبين الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البحرين ومصر بلغ في الفترة من 2013 إلى 2015 حوالي 385 مليون دولار كما أن حجم الاستثمارات بين البلدين تجاوز الثلاثة مليارات دولار موضوع الاستثمار والاقتصاد أمر جدا هام اليوم الأزمة الاقتصادية أزمة عالمية هناك فرص استثمارية كبيرة موجودة في البحرين وموجودة في مصر أعتقد مستوى التمثيل الرسمي المرافق للوفد المرافق لجلالة الملك المفدأ ينعكس أو يعكس على أهمية هذه الزيارة لذلك هناك وفد من رجال الأعمال المرافق لجلالة الملك في هذه الزيارة سوف يتم تنسيق مع الأخوة من رجال أعمال ومستثمرين مصريين في محاولة لتطوير مستوى التبادل التجاري والاستثمار على سبيل المثال البحرين تعمل مع مصر منذ سنوات إذا شفنا فقط من 2013 إلى 2015 مستوى التبادل التجاري يقارب 385 مليون دولار إضافة إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تتجاوز 3 مليار 700 مليون دولار في ظل الفرص المتاحة الاستثمارية في البلدين أعتقد بأن هذه ليست أقصى تطلعاتنا وطموحاتنا نحن نسعى لاستثمارات أفضل نسعى لتبادل التجاري أفضل أعتقد هناك يجب أن نرى لفرص نحدث فيها تكامل بين الاقتصادين وأعتقد أن هناك عدد من الاتفاقيات اللي راح يوقحها رجال الأعمال وإن شاء الله راح كلها تصب في خدمة النهوض بمستوى الاقتصاد أو الاستثمار بين البلدين ما زالت مصر كغيرها من الدول العربية ولكن لمصر مثل ما قلت معزة خاصة في قلوب البحرينيين لذلك ما زالت هي الوجهة الأولى للسياحة العربية فنرى في المعدل السنوي لعدد البحرينيين اللي يقضون إجازاتهم في مصر بين القاهرة والإسكندرية والشرم الشيخ يتجاوز تقريباً الـ 18 ألف ساعة سنوياً بالإضافة إلى أن المشاريع أو الفرس الاستثمارية اللي بدأ الأخوة البحرينيين ورجال الأعمال ينظرون إليها في مجال السياحة فرس استثمارية كبيرة بالنسبة للبحرين هناك جالية مصرية يتجاوز عددها العشرين ألف مصري موجودين في البحرين أعتقد من خلال التغطيات الإعلامية اللي نشوفها يعكسون رضا عن بعض المرافق السياحية اللي موجودة في البحرين ويحاولون من خلالها الأخوة القائمين على السياحة تسويق البحرين لدى الأشقاء في مصر كما أكمل وزير شؤون الإعلام حديثه لأكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قائلا أن التعاون والتنسيق الإعلامية بين جميع الدول العربية ضروري جدا وذلك لمواجهة الحرب الإعلامية الشرسة ضد الدول العربية كافة وأضف الوزير للمملكة البحرين ستترأس اجتماع وزراء الإعلام العرب الشهر المقبل الذي سيتطرق إلى ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف إضافة إلى تعزيز الهوية العربية من خلال الرسائل الإعلامية الموجهة للجماهير وبيان مدى الوسطية والتسامح في الدين الإسلامي الحنيف القطاع الإعلامي هو القطاع الأهم اليوم حروب إعلامية محاولة جر المنطقة لحروب طائفية من خلال التسويق لها في برامج إعلامية نراها وصلت إلى مرحلة جدا خطرة هناك تنسيق مع الأخوة في مصر ومع جميع الدول العربية ومن خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب في الشهر القادم لدينا اجتماع وزراء الإعلام العرب وراح تترأس البحرين هذا الاجتماع أكثر ما نهتم في إن شاء الله في هذا الاجتماع هو عملية محاربة التطرف محاولة بث برامج تعزز الهوية العربية تعزز الوسطية في الإسلام أحنا ولله الحمد مواطنين عرب مسلمين دين سماحة نحترم جميع الأديان لا نتدخل في شؤون الآخرين يجب هذه المبادئ أن يتم تمريرها من خلال الإعلام المسؤول بالنسبة للعلاقات الثنائية بيننا وبين الأخوة في مصر ما في شك بأن العلاقات مستمرة التواصل مستمر وسائل الاتصال اليوم سهلت علينا عملية التواصل السريع لذلك راح نستفيد من تجربة مصر مصر لها تجربة رائدة في مجال الإعلام نحاول الحقيقة من خلال التشريعات الموجودة في مصر من خلال القطاع الخاص الذي يعمل اليوم في مصر بشكل جدا جاد نحاول من خلال هذه الاتصالات والتنسيق نستفيد من هذه التجربة الرائدة